السلام عليكم و مرحبا بكم خياتي و اسلامتكم في قناتي انشاء الله تكونوا كامل بخير و يدخل عليكم هذا الفيديو لقاكم كامل في صحة جيدة لبنات اليوم جبت لكم فيديو خفيف ضريف يعني حاجة سهلة حبيت نشارك معكم هذا التحديد على الفلفل الدريس اللي كنت نشرته معاكم و كتوريت لكم كيفاش ننشره في الخيات اليوم كيوجد لي ويباس مليح حبيت نشارك معكم كيفاش حتى يرجع لي معجون هاكدايا كما كنت تشوفوا ندروا له الزيت باش يشدنه اطوال المدة ممكنة ولا البنات هالتحضير رحوا نحضره مع بعض ولا البنات اول شي كما كنت تشوفوا هنا كنت نشرته في الخيات كما كنت توريتكم ديجا واليوم نقيت له كامل هذه الزريعة نحط له الرأس و ننسيت نحط له الزريعة كما را كنت تشوفوا هاكدا نحوله كامل هدوك يعني الباقية كنت نحيثهم ولكن حبيت نشارك معاكم همتة باش تشوفوا خير نحط له كامل زريعة زريعة يعني ما تهمستو كندرول المسخون تطلع من فوق هاكدا ننقوه كش ما عندو شوائب ولا كش ما هاكدا كما كنت شوفوا شوفوا هنا يا كش عد تصوف من نحيها كامل الحبة ليتصوفت من نحيها كامل ظهلا البنات هنكو تسخن شيتع الماء سخون مليح يعني كما كنت شوفوا و نفرغ عليه كامل حتى يتغطى هاكدا البنات نشمخوهم مليح بالمسخون شوفوا هذه زريعة كيفاش تطلع من فوق يعني زريعة ما تهمش ما حيش نرحيوها بعد نحيوها واحد عام هاكدا البنات نغطسوهم مليح بالمسخون ظلا و نخلوه أطول ممتا ممكنة يعني تخلوه الزوت سوايا ثلاثة ربعة حتى خمس سوايا يخلوه يسنا يسنا يشمخ مليح يجب من سهل ثلاثة ربعة حتى نرحيوها و ننخلوه من ساعتين حتى خمس سوايا يجب أن نشمخي مليح ثلاثة ربعة حتى نرحيوها ثلاثة ربعة حتى نرحيوها حتى نرحيوها نرحيوها إصحيوه يتعالي نحيوه يجب زريعة أحضر الاشواء ونقوم بتحديد البطاطا كم وراء الاشواء ينبذي تحديد البطاطا ينبذي البطاطات تحديد بعض الاشواء نقسم الحبالة 2 الفلفل نقطرها من الماء نقطرها من الماء زريعة كامل تحبط نقسم الحبالة 2 الفلفل يساعدني بش نرحيه نقسم الحبالة 2 نقسم الحبالة 2 الفلفل يساعدني ويساعدني هذه الدرسات القواكل في رمضان يتم تحبط حار ولكن يشبط من الماء في طبق يساعدني أو الحوت سيأتيك كمية صغيرة ويساعدني كمية صغيرة ويساعدني تحبط التوم تحبط التوابل كما تحبط كما تحبط كما تحبط كما تحبط لا مشكلة أنا أحبطها وحده كما تحبط كما تحبط كما تحبط تحبط كما تحبط تحبط كما تحبط كما تحبط 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 تشمخها في الماء كما تحبط تشمخها في الماء تحبط كما تحبط يبعط تحبط نتجة رائعة قلت لكم البنات تديروهم في الأطباق الجزائرية نحن نحبوه شوية يعني ما هو له ما نحبوش الحرور بزاف ولكن شوية يعني يتمدل البنات نغطوه كامل بالزيت كما قلت لكم باش نمنوع عليه لهوا باش ما يدخلوش لهوا وش بناء طول يعني مدة ممكنة ان شاء الله تكون عجبتكم تحضرت عفوفل النهار اليوم تلاقوا في فيديو جديد وعصفة جديدة